ومن تونس تنضم لنا مرسلة تلغى نجلة بخريس نجلة أهلا بك أولا ضعينا في تفاصيل هذه الزيارة والأهداف الفرنسية من ورائها ودلالات التوقيت يا نجلة إن كانت موجودة نعم محمد هي الزيارة العاشرة التي يؤديها وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جونيف لودريان إلى تونس طبعا هذه الزيارة تشمل لقاء بعد قليل مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة ومن ثم طبعا يتجه إلى قصر القصبة للقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي في الحقيقة هذه الزيارة الرسمية لها عدة دلالات وقراءات وأبعاد أهمها طبعا هو تعزيز الحوار السياسي بين البلدين في عدة ملفات مشتركة أيضا قرب يعني عقد القمة الفرنكوفونية في شهر ديسمبر المقبل وهي الأولى من نوعها طبعا وتتشارك فيها كل من تونس وفرنسا هذا أيضا سيكون موضوع حوار ونقاش بين وزير الخارجية لودريان مع رئيس الحكومة هشام المشيشي لكن يبدو أن الملف الليبي ونحن نتحدث طبعا عن قرب بدء اجتماع جلسات الحوار السياسي الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل بين الفرقاء الليبيين على أساس طبعا مخرجات اتفاق الصخيرات يبدو أن هذا الملف هو الأهم والمهيمن على هذه الزيارة الرسمية زيارة لودريان بحسب القراءات السياسية وحتى الأعلامية اليوم تشير إلى أن هناك محاولة فرنسية لتقريب وجهات النظر المغاربية ليس فقط التونسية مع الموقف الفرنسي من الملف الليبي نستشف خاصة من خلال التصريحات السابقة لودريان في زيارته خاصة في زيارة تونس في التاسع من يناير من بداية هذا العام كان يقول في التصريحات الأعلامية أن فرنسا تتجه إلى دعم كل ما هو حوار داخلي ومصار سياسي يشترك في الفرقاء الليبيين عموما الموقف الفرنسي سيكون حاضر طبعا في هذا اللقاء خاصة كما قلت مع قرب اجتماع الفرقاء الليبيين في الشهر المقبل مفهوم هذا المؤتمر الجامع يا نجلا للعودة مجددا إلى الحوار السياسي طيب بجوار الملف الليبي وربما القضايا والملفات الثنائية وقضايا المنطقة الملتهبة صراحة هناك بعض التسريبات يا نجلا أن الجانب الفرنسي ربما يعرض قائمة تتضمن أسماء لمتطرفين أو متشددين على الجانب التونسي من أجل ترحيلهم من فرنسا إلى تونس هل لديك أي معلومات حول هذه الإفادات أو التسريبات الصحفية؟ هذا ما دشير إليه بعض الكواليس وحتى بعض الصحف التونسية مع تنامي ظاهرات يعني ظاهرة الإرهاب وحوادث الاعتداءات خاصة يعني الحادثة الأخيرة والتي راح ضحيتها أحد الأساتذة في باريس وبالتالي ربما ستطرح هذه النقطة خاصة يعني وأن تونس بالفعل بحسب الأرقام الدولية وليس فقط المحلية تعد من الدول المصدرة للأسف للإرهاب عدد كبير اليوم من المقاتلين يعني سواء في سوريا والعراق أو حتى في الدول الأوروبية ربما يقع ترحيلهم من قبل فرنسا إلى تونس لكن يبدو بحسب طبعا القراءات أن تونس غير مستعدة حاليا حتى يعني من حيث يعني الاستراتيجيات ومن حيث اللوجستيات يعني لاستقبال هؤلاء ربما تجد حل آخر يعني مع الجانب الفرنسي فيما يتعلق بهذه القائمة نعم إلى حد هذه اللحظة ليس هناك تفاصيل يعني كثيرة حول هذه القائمة الإسمية وإن كانت ستقدم خلال هذه الزيارة قصر قرطاج اكتفى بالقول أنه سيكون هناك كلمة بعد ساعة من الآن تقريبا للودريان حول مخرجات هذا اللقاء مع الرئيس قيس سعيد وكما قلت المينة في الليبي يبدو أنه سيكون المهيمن على هذه المباحثات نعم حمد سأعود إليك كل ما جدا جديد نجلة بخريس مرسلة الغد في تونس ترجمة نانسي قنقر